السعب الرحيم، تبارك الله، نقال تقريباً واحد منسبة كبيرة ذلك الشي اللي غادي ننظر فيه كان عرفوه بأنه اللي الحمد لله، الفرق المغربية اللي كتحت للمراتب الأولى والأخذين غايدة باف المربع اللي بقى ترتيب ديج ديج السنة الماضية وسترتيب التاني، منتشي بفوز كبير جداً لفرق جيش الملكي ننظر بركانية مرتبة الرابعة، تظهر لي ورجع البيضاوي كذلك شوناه مرتبة الثالثة نحن بالنسبة لنا أنجو موسو، وهو الويداد، والتي نتمنى له إن شاء الله في النهاية كي يأخذ تشامبيونس ليك، والمباراة دائماً في هذه المباراة، وخصوم الذي يقول لك تصل للمربع الذهبي، لا تسمع لكي ترى أهداف كثيرة بزاف، لأنه كل المدرب يحاول يوظف اللاعبين دياله حسب الإمكانيات التي لديهم، وفي نفس الوقت حسب الطريقة التي يعملها، ونعرف الدكاء لا، أدير عبد الرحيم، نبدأ دموله غيباً لننكتة لأنه يدير الضحك في اللاعات وأعطنا أحد الأفرماسيون بعد حواصي، وبعد عدة دخله، وهذه داخلة، داخلة ياكاسي عبد الرحيم، ولكن ننتظر لي أنه اليوم نشد بحرارة على الفريقين بجوج، لأنه فعلاً كانت مباراة تكتيكية معنى الكلمة علماً بأنه لم تكن مشدودة تحوه فرص يجل من الطرفين أي فريق كان يمكن في أي لحظة من اللحظات يعني تجل هدف كانت تبقى ناجسة في كرة القدم وخاصة مباراة الكأس نتيجة لا نستطيع أن نقولها سلبية وإيجابية وقالها هو سلاح دو حدين وقال من الغوما نقول سلاح دو حدين لأنها في أي لحظة من اللحظات نحن هذا شوط أول حدودنا ما زال وافرة إن شاء الله نحن عدنا آمال وعدنا ثقة في اللائبين دينا إن شاء الله سابد رحيم وجد راسك عارفين عنده فريق قوي فريق له كل مميزات